أدان البرلمان العربي المجزرة الدموية البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بقصفها مجمعا تجاريا جنوب الحديدة والذي أسفر عن مقتل عدد من عمال المجمع وجرح أخرين وأكد رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان أن ارتكاب ميليشيا الحوثي هذه الجريمة الإرهابية بعد ثلاثة أيام فقط من ارتكابها مجزرة دموية أخرى في مديرية الدرهمي تعكس تحديها السافر واستخفافها الشديد بالأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية طلب العسومي المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لحماية الشعب اليمني ووضع حد الانتهاكات ميليشيا الحوثي واستهدافها الدائم للمدنيين وخروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار في الحديدة بموجب اتفاق ستوكول وهو ما يعكس إصرار الميليشيا على تقويض الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة السياسيا ويؤكد استمرارها في تنفيذ أجندة النظام الإيراني التخريبية في المنطقة العربية وأكد العسومي تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع الجمهورية اليمنية